من الرحب بحضراتكم مرة تانية ودلوقتي خالي نروح لفقرة رياضية انبارح فريق النادي الاهلي المصري لم يوفق للأسف في المباراة اللي لعبها أمام فريق بالمراس البرازيلي وخسر بنتيجة 2-0 في منافسات نصف نهائي كاس العالم للأندية حيان المباراة كانت مباراة حماسية بامتياز والنادي الاهلي لعب الحقيقة وكان فيه أداء جيد جدا لكن الكرة في الأول في الآخر برضو فيها جانب من الحظ فهرد لك للفريق الأحمر وإن شاء الله يقدر يعود هذه الخصارة في مباراة تحديد المركز الثالث خلينا نروح لقراءة وتحليل وافي عن هذه المباراة هنستعرضها دلوقتي مع ضفنا الناقض رياضي محمد مهدي سبع الخير عليك محمد وأهلا بك معنا في سبع الخير سبع الخير عليكم وعلى كل مشاهدين سبع النور عليكم أهلا بك يعني كان فيه كلام كتير حقيقة قوي على مواقع التواصل التماعي عن مباراة 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 مش سهلة ويمكن بالفعل قبل كده الندي الاهلي قدر أنه هو يتفوق على بالمراس لكن مباراة ندي الاهلي كان فيه حالة طوارئ كان فيه غيابات كتير جدا كان فيه إصابات لكن قدر برضو أنه هو يورينا في الملعب أنه قادر كمان يتحمل رغم الظروف دي شايف إزاي مباراة مباراة طيب إحنا ننكلم في الأول أنه وصول الأهلي لكاس العالم للأندية ده إنجاز في حد وزاد خصوصا ده يعني المرة الثانية على التواري أنه نادي الأهلي يشارك في كاس العالم للأندية والمرة السبعة لنادي الأهلي يبقى موجود في كاس العالم للأندية كأكثر يعني ثاني نادي في العالم بعد أوكلاند سيتي تسع مرات لأهلي سبع مرات فبالتالي إحنا تخطينا مرحلة أنه المنافسة المشرفة أو في كاس العالم للأندية نادل أهل اسم كبير جدا ويعتبر بطل أفريقيا مرتين وراء بعض والأكثر تتويجا بدورة أبطال أفريقيا تمر مرات فبالتالي أن التوصلي كاس العالم للأندية بوجهة نظر أنه هو مش إنجاز للنادل أهل ممكن يبقى إنجاز لفرقة تانية نادل أهل عدى مرحلة المشاركة في كاس العام دية مشاركة كبيرة أوي 16 مباراة يعني ده رقم تاريخ أولا أهل أكثر فريق في العالم شارك في كاس العام الأندية بتتكلمي فيه 17 مباراة ولسه عندك مباراة يوم السابق تتكلم في 18 مباراة كان يتنافس مع أكلاند سيدي 15 مباراة والأهل يتفوق عليه فبالتالي حيثت نحن نقول أنه وصول الأهل لكاس العام الأندية أو مشاركته إنجاز خلاص نعدينا المرحلة دي الإنجاز اللي يعمل له نادل أهل أنه يحقق مدليا في كاس العام الأندية وهو قدر السنة اللي فاتت أنه يكسب بل من رأس بضربات الجزاء ويتوج بالبرونزية وكسب البرونزية طبعا في 2006 فبالتالي جمهور النادي الأهل كان عنده طموح إنه اسم النادي الأهلي ووضعه في كاس العام الأندية وكسرة مشاركاته في المباراة أو في البطولة إنه يوصل لمرحلة أبعد من كده طبعا كان رايح البطولة وعنده غيابات كتيرة جدا يعني القوام الأساسي كله مش موجود بتكلمي في 6-7 لعبة من الأساسيين موجودين مع منتخب مصر في الكاميرا محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد شريف، حمدي فتحي فبالتالي إنه لا رقم كبير بالإضافة طبعا لإصابة أكرم توفيق بالصاليبي عمار حمدي صاليبي بيرستاو إصابة عضلية هيغيب شهر ومصر ومصر حسن بالضبط فبالتالي إنه النادي الأهلي رايح أبو ظبي وبيغيب عنه أكتر من 12 لعبة من الأساسيين واللي موسماني بيعتمد عليهم بشكل كبير كان عنده مشكلة في الموراة الأولى مع مونتيري وحتى إنه الجمهور كان الآن من حيطة إنه الهزيمة بنتجة كبيرة ولكن النادي الأهلي إنه طول الوقت هو بمان حضر فبالتالي إدري يتجاوز عقبة مونتيري ويكسب بهدف محمد هامي الاتجاه تحول إنه خلاص بقى القصة مش مين غايب ومين مصاب ومين موجود ومين مش موجود هو اسم النادي الأهلي وبالتالي اسم النادي الأهلي يعني بيصنع حالة من الروح بلاد المنافسين محليين أو أفرقى أو عالميين هل كنت شايف إن بيتسو مسماني مفروض يلعب بنفس الفريق اللي يلعب بيه في الماتش السابق منتيري؟ بص الطبيعي إنك إنت بتلعب بنفس الفريق مع بعض التدعمات البسيطة لسبب أنت يعني هو مثلا في إمبارأ أشرك محمد شريف وأشرك عمر السلية وأشرك حمدي فتحي وأيمن أشرف أنت بتتكلم في 30 يوم اللعبة دي موجودة مع منتخب مصر حالة إرهاق كبيرة جدا صحيح لعبة مجهد بتتكلم في أربع مطشوات على التوالي منتخب مصر بيوصل للإكستراتايم وعشن ديق ويلعب ضربات جزاء مع كودوفار والمغرب والكاميرون ثم السنغال في المبارا النقاية مع إرهاق السفر والأجواء في الكاميرون ثم أنهم يعني قبل المطش بربع عشر ساعة اللعبة بتوصل من الكاميرون لمطال القهيرة ومن مطال القهيرة لأبوظاب فبتلئ إرهاق كبير على اللعبين وده كان واضح جدا على أداء اللعبين مبارح نشوفنا عمر السلية مش ده أداء عمر السلية طبعا حالة إرهاق كبيرة جدا فلسه لم يعني يعني كده يؤخذ على مسلمان هو رجل يؤخذ طبعا على مسلمان ولكن هو أنه أنت وصلت برضو المرحلة بتلعب في نصف النهائي فعندك طموح أنك أنت تكسب وتوصل للنهائي ده طموح مشروع جدا والنادي الأهلي لازم يلعب على ده أنت خلاص خط البورنزية فبالتالي يبقى طموحك أنك توصل للموراة النهائية لإما تاخد الفضية لإما تتكلم على الزهبية خصوصا كمان أن المشوار خدمك أنت مش بتلعب تشيلسي في نصف النهائي فنقول أنه في صعبات الهلال السعودي مدعم صفقاته بصفوفه بصفقات كبيرة جدا فنقول أنه في مشكلة لا أنت القرع خدمتك أنك منتيري ليس في أفضل حالاته ثم في نصف النهائي بتلعب بالمراس أنت هزمت الصالفات فبالتالي كعبك أعلى منه فبالتالي الدفع بلاعب المنتخب مع الأهل المبارح كان خطأ من موسيماني طب بدائلهم مين برده ما أنت لعبت ماتش منتير وهم مكنوش موجودين فبالتالي أنه في بدائل موجودة بالنادي الأهلي يعني أنت أحمد عبقادر كان عمل ماتش كبير جدا قدام منتيري أنت عدت على الدكة ونزلته في الشهد الثاني فبالتالي أيمن أشرف اضطرد مبارح لأنه واضح جدا حالة الإرهاق على أيمن أشرف لأنه كان يشارك مع المنتخب مصر هذا اللي عمل الدرب في تشكيل النادي الأهلي لو شفت الماتش مبارح أول ستين دقيقة غير آخر بثلاثين دقيقة أول ستين دقيقة النادي الأهلي ليس موجود في الملعب متحفظ في عين زيادة عن اللزوم حتى موسيماني في المؤتمر الصحب قال إن احنا احترمنا بالمراسل برازيل أكتر من اللازم ده هي الجزئية الأهم جزئية في العلوان كله إنه النادي الأهلي ما ينفعش يحترم فريق أكتر من اللازم أنت في الأول وفي الأخير اسمك النادي الأهلي الأكثر وصولا أو تاني أكثر وصولا لكاسل العالم الأندية الأكثر مشاركة في كاسل العالم الأندية في المبارات فبالتالي المنافس يخشى اسم النادي الأهلي سواء من موجوده ويعني حتى أنه منتيري في تصريحات لعبيه قالوا احنا ما نعرفش من العادة النادي الاهلي مدرب بالمراسم براح في المؤتمر الصحفي بيقول انه افضل لاعب في النادي الاهلي رقم 8 فبالتالي هو ما يعرفش اسمه اللاعب ولكن يعرف اسم النادي الاهلي